أهلا بكم أصيبة ثلاثة جنوداً إسرائيليين على الأقل بعدما وقعت قوة راجلة في كمين بحارة الدمج في مخيم جينين بالضفة الغربية هذا وقالت مصادر خاصة للغد إن القوة تعرضت لإطلاق نار كثيف مع تقدمها في المنطقة وأجلت مركبات الإسعاف جنوداً جرحى لمحيط حاجز الجلمة وأهبطت طائرة مروحية كذلك لنقل الجنود المصابين لمستشفى إسرائيل قرب حيفا بدورهما أعلنت كتيبة جنين سرعية القدس وكتائب شهداء الأقصى التابعة لفتح أن المقاتلين أوقعوا القوة في كمين المحكم هذا وأفاد الهلال الأحمر بإصابة عدد من الفلسطينيين في حارة الدمج في جنين بالضفة الغربية خلال الاشتباكات المستمرة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وأذكر الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال تمنع التواقم من الوصول إلى أماكن المصلين كما ترفض إجراء تنسيق لإجلائهم إلى المستشفيات هذا وأظهرت مشاهد مروحية إسرائيلية تنقل جنودا مصابين خلال الاشتباكات في جنين إلى مستشفى رمينبان في حيفا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر